السلام عليكم اخوتي اخوتي اتي قداري لبس سهليكم باخر و الاخير هتمنى ان شاء الله تكونوا مزهنة و في احسن الاحوال ارقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة ان شاء الله الرحمن الرحيم اليوم اجيت نقدم معكم مادلين او كابكاك ببيضة واحدة كي يجوز وينين خفيفين و سهلين في التحضير نجوزل المقادير ان شاء الله كيف ما كتشوفو عنا بيضة بيضة واحدة يعني ما تكون صغيرة تكون كبيرة كز ديال الحليب عبارة كز ديال العنبة كز ديال سانيدة قل شوية ما معه مرش عندي هنا يغلت زين شكولات حبيبات قبيصة ديال الملحة الصاشي ديال بيكين باودر وصاشي ديال الفاني وعندي كز ديال ضانون ثم ديروا اي نكها ديال ضانون كما ضغيتو انا درت ديال بانا عندي هنا يا الكابكاو والشكولات حبيبات واللوز افيلة التزين بالنسبة ان التزين كيبقى على حسب الاختياط ديالكم وطبيعة الحال كين كين دقيق على حسب الخالات انا درس هنا يا طحين ولكن هادي نشوف عيني ميزاني على حسب الخالات كين اخذوا بيضا كندفع لي هاديك الكاس ديال السانيدة قبيصة ديال الملحة شويش ديال الملحة كنديروطر شويش ديال الملحة هادي كاس قليش بيسانيدة كاس العنبا كندفع لي ها السكر فاني صاشي واحد باش كيبتل ديك النسمة ديال البيض ما كيبقاش ديك الزفورية ديال البيض وانا كناخد كيتميتو الباتر بالنسبة اللي بغا يطرر بغير بيضتي ماشي مشكيل وانا انا كنفضل نطربها بباتر بيعاتي سرك فعبادك وجهاتي بيعاتي شودك يا سيدي محينا موسيقى محينا موسيقى محينا موسيقى 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 اذاretched البيض مع السكر على هاديك الشكل اخرج كاسد دانو كاسد دانون كبير كاندفك ودافك ونتقلم مصرع كل شي واضح في الفيديو مصرع كل شي واضح في الفيديو من بعد نأخذ كسد الحليب ونضعه بشوية بشوية وانا نخلط مصرع كل شي مع بضياته نضف عليهم الزيت بشوية بشوية وانا نخلط نكمل كمية الكاملة الزيت عندي كاس قل شوية ديال العنبة ما عمرتوش يعني كاس قل شوية يا رسول الله والنبي يا رسول الله الله والنبي ياسول الله والنبي يا رسول الله يا لله ويال scree نشيل حضرتنا يضرع يا لله في geri نشيل Sullivan يا لله موسيقى 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 سوف نضع غير بشوى بشوى وبالنسبة للخمارة نجعلها تل آخر يا الله الله يا بلانا سيدو الصلاة والسلام يا حظر والهال سيني وييسيني آه الله الله والنبي يا رسول الله والنبي يا رسول الله الله والنبي يا رسول الله والنبي يا رسول الله من بعدها نأخذ الخمارة ديالي ونوضعها حتى نخلط الطحين كامل ونحصل على هذا القوام اللي بغيت أنا ونوضع في الآخر الخمارة ديالي فيها 15 قرام يعني تقريبا في المغرب ديك الخمارة الحمارة جوج منها حيث في المغرب كينا فيها 8 قرام في الوحدة هذا هو الخليطة ديالي فيما تشوفوا كيف يجي ما يجيش قاصح ما يجيش جاري من بعد كناخذ واحد زلافة كننقسمه على جوج باش النص ندير فيه الكاكا وننص نخليه بيد تأLS وننص نظر بيد ونطبيه لنطبي ودح صان مستعم التصام لأندي ثلاث عنها présلاب صان مغرب أين فالتصام يد موسيقى 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 يا سيدي وضا وعليا يا سيدي وضا وعليا سرك فعبدك والها وفي العادي شدك يا سيدي وضا وعليا يا سيدي وضا وعليا يا سيدي وضا وعليا مصرعك وعليا أبي صغف مسلم عليك النبي أبي سيدنا محمد يا خير البريا يدنا محمد يا خير البريا صلوا يا عباد على الناب الهدي صلوا يا عباد على الناب الهدي سيدنا محمد شابي على عبادي سيدنا محمد شابي على عبادي الله أمهى لهمني لهمني ولا شفر الغياء لهمني لهمني ولا شفر الغياء سيدنا محمد شابي على الناب الهدي سيدنا محمد شابي على الناب الهدي الله أمهى اللهم صل على النبي صلوا على الهدي ما يشفع في هذه العباد إلا محمد سيد وهي سيد الله أمهى الله أمهى الله أمهى يا رسول الله يا رسول الله الله أمهى 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 سيده صلاته السلام يا الحضرين على سدي ويا سدي آه الله الله ونبي يا رسول الله ونبي يا رسول الله آه الله الله ونبي يا رسول الله